اشتركوا في القناة بخمسة عشر دورة دائرية وبنفس الطريقة حاولت اسرائيل ان توصل رسالة مباشرة الى ان قصفها في غزة وبذات الطريقة كانت في كارينثوس في قلب اليونان قريبا من تركيا نفس الاف 16 ونفس الاف 15 وبنفس الطريقة تقريبا لمن يريد ان يفهم الرسالة فهناك تزامن ما بين هاتين اللحظتين واللقطتين معا اذ حاول الطيران الاسرائيلي ان يطير على كاستروليزو بشكل منفرد في مناورات انيوكسيوس 2021 وقد طارت الاف 15 اي اي اسرائيل المسمات رعام وايضا الاف 16 اي صفة في زاكنثوس او وينج وينج على العموم في تدريب داخلي عبر الاف 16 منها بما في مشاركة الاماراتيين ولأول مرة يحدث ان الامارات تطير على غزة في هذه الظروف تحديدا وبنفس المناورات ولم يحدث ان كان الوضع مباغتا بدرجة كبيرة لان 28 طائرة دفعة واحدة طارت قريبا من الحدود التركية فكان الرد بالنيران لأول مرة وهذه لقطة ضمن اللقطات التي باشرت فيها تركيا التعامل الناري مع هذا التهديد خصوصا عندما وصل الامر الى كاستروليزو في ما يسمى باللقطة النصف دائرية التي نفتت في غزة بنفس هذا الشكل مما يعني ان الاسرائيليين يريدون ايصال رسالة واضحة من ان ال 16 من ابريل كانت قد انتهت مناورة التركية كان الاولى ان تكون يعني سقر الانادول رد عليه كما هو معلوم السعوديون يردون على التركية بالسقر او عين السقر فيما الاتراك لديهم سقر الانادول ومعلوم انها كانت بمشاركة امريكا وبريطانيا ايطاليا والمانيا واسبانيا وقطر وباكستان في وقت سابق الانقلاب العسكري اوقف المناورات الى 2019 في 2020 لم تكن هذه المناورات لكن الرد جاء مباشرة من اليونانيين وعبر الاسرائيليين على وجه التحديد بستين طائرة في اتجاه واحد من الانكس من انيوكسو 1500 شخص 1400 جولة طيران نحن امام حالة مربقة ما بين اسرائيل وما بين تركيا ومن اجل الضغط على تركيا حتى لا تتخذ مواقف متقدمة في قصف غزة فانها حاولت ان تناور بالطيران هناك لقد كانت رسالة مباشرة الى اردوغان اي موقف اكثر قوة وصلابة ودعما للشعب الفلسطيني في هذا الظرف تحديدا فانه يعني حربا مع اسرائيل ونفس المناورة التي تحدث في غزة تحدث بنفس الطريقة على كاستروليزو قريبا جدا من الحدود التركية النيران نفسه هنا صواريخ وهنا ايضا رد ناري لاول مرة خارج اي بروتوكول خارج اي بروتوكول ردت تركيا بشكل قاس على هذا المدى من الطيران الذي جعل الامور اكثر صعوبة لان الرسالة كما فهمها الاطراق مختلفة عن التي يرغب اليونانيون في ايصالها فالمسألة تتعلق بغزة تحديدا وبالموقف التركي من ما يجري من تطورات في القدس خصوصا وان المانع الرئيس في التفكير العام وابعاد اردوغان عن القدس وعدم جعله بطرا عبر القدس واي صمود فلسطيني يجب ان يعزل فيها اردوغان وتعزل التركية وهذا اهم ما يمكن توقعه من نتنياهو لذلك فان الطيران الاف 16 و15 الاسرائيليين معا على مقربة من كاستورليزو كان اساسا ليس من داخل المناورات ولا من برمجتها وهذا هو المؤكد لذلك فالكل عمل ان تصل الرسائل بهذا الشكل وفعلا توقع الجميع ان يكون رد الفعل بالنيران فكان وهكذا ابعدت الطائرات الاسرائيلية من كاستورليزو القريبة جدا من الحدود التركية لم يتوقف الامر عند هذا بل ان المناورات الاسرائيلية حاولت ان تستمد عونها من الاماراتيين هناك ستين طائرة مهم جدا ان تكون الاف 16 الاماراتية في وقت سابق اسقطت احدى طائرات الامارات في هذه المهمة اليوم هناك رد اماراتي عبر الاسرائيلي من اجل ايصال نفس الرسالة ان الاماراتيين مع الاسرائيليين الى اقصى حد هذه اولا تانيا ان هناك ملاحظة اخرى ان الطيران الاماراتي هو ايضا يناول بنفس الطريقة التي يعمل عليها الطيران الاسرائيلي في غزة في القصف الاخير فالامر بالنسبة للاماراتيين هو الدعم المباشر لا يعرف احد الى اي مدى يمكن توقع مثل ذلك لكن حالة الطيران الاماراتي على الحدود التركية كان مهما بالنسبة للاماراتيين وكانت الرغبة في اطلاق النيران على الطائرات الاماراتي وهذا ما كان متوقعا من الاسرائيلي ولذلك فالمناورة التي حدثت لو لاها لو لم يناور الاسرائيلي في اخر لحظة لكان هناك حالة اصابة او فقدان لطائرة على الاقل لذلك فالمناورة كانت بذكاء طيار لان المهم هو ايصال الرسالة وليس الوقوع في الفخ هذه هي الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة بالنسبة لما جرى هو التقدير الجديد الاسرائيلي الموجه نحو اردوغان بان الخرب القادمة ستكون مع تركيا والدليل هو انه في لحظة حاسمة حاول الجميع ان يلاعب العالم الانادولي هذا الشعار لعب به وهذا يعني مباشرة محاولة المساس برمزية تركيا لأول مرة يتجرأ الاسرائيليون على مثل هذا وفي منطقة قريبة من الحدود والرد الناري كان هو الرئيس في هذه المسألة فلا الاسرائيلي رغب في نطق ان هناك رد ناري لان هذا يبخس منه ولا التركي يريد ان يقول بالاطلاق الناري لانه لم يصب الطائرة في كل الحالتين لم يرغب لا الاسرائيلي ولا التركي في اعلان اطلاق النار على الطائرة الاسرائيلية التي كانت تعتقد ان حالة اطلاق النيران على الطائرات الاماراتية المصاحبة كانت اساسية للغاية لذلك فان هذه العملية التي اربكت فيها كل الحسابات جعلت الامور اكثر تعقيدا بالنسبة لما حدث من هامش المناورة ومن جهة ثانية في الوصول الى هذه العملية في الوصول الى عملية مركبة حاول فيها الاسرائيلي ان يؤكد للجميع ولتركي على وجه التحديد ان تحالف الاماراتي الاسرائيلي هو تحالف عضوي لأول مرة لم يطر اليوناني اليوناني لم يطر بنفس الطريقة لكن بالنسبة للاماراتي فقد كان الى جانب الطائرات الاسرائيلية على اساس ان هذا التحالف تحالفا عضويا وهذا ما يعني مباشرة ان احتمال طيران الاماراتي امام هذه المناورات والتي شاركت جزء من هذه الطائرات شاركت في قصف غزة يفيد ان ما يحدث الان هو تقارب اماراتي اسرائيلي لا يستبعد احد ان يكون في غزة لان درجة المناورة ودرجة الطيران ودرجة الهبوط وكل هذه العملية التي حدثت من خارج المناورات انيوكسو 2021 او انيوكسو 21 فبالنسبة للطيران الاماراتي كان قد اقترب او انه في غزة كل المناورة حدثت والعمليات تجري بعيدا كما قلنا عن المناورات المعلنة وايضا لا بالنسبة للطيران في كاستورليزو ولا في الطيران في اتجاه العودة والذي كان مباشرة عبر اجواء غزة الاماراتيون عندما يتأكد الجميع على انهم شاركوا ولو رمزيا في الطيران على اجواء غزة فهذا يعني مباشرة اننا امام تصرف غريب على الاقل لكن على العموم فهناك ما يثبت من طرف اليونانيين ومن طرف غيرهم ان حجم المناورات الذي حدث يفيد اكثر من زاوية وملاحظا اولا الاماراتي يريد الرد على اردوغان ولذلك طار الى جانبي الطائرات الاف 16 وال 15 الاسرائيلية الاسرائيليون من جهتهم شاركوا بالاف 15 والاف 16 من اجل التاكيد ان العمليات قتالية ولو ضد تركيا المسألة الثالثة ان الطيران الاماراتي في خارج المناورات التي قيدت وخيضت ضد تركيا هي نفسها التي خيضت ايضا ضد قطاع غزة نفس المناورة بالاف 15 والاف 16 بنفس الطريقة التي التي عليها الامر في كاستوليزو نفسها الذي نفدت على غزة وهذا يرغب فيه نيتنياهو من اجل ابعاد اردوغان عن القضية الفلسطينية عن مسألة القدس عن ما يجري في القدس لان اليوم هذا المحرار وفي رمضان فاي محرار يمكن فعلا معرفة الى اي حد هذا الشارع العربي والمسلم والانظمة خصوصا منها تركيا وغيرها نيتنياهو يجرب الرأي العام العربي ففي رمضان وفي انتفاضة مقدسية وامام شعب فلسطيني يرغب في انتخابات لا احد يتحرك في الشارع هذا مهم بالنسبة اليه لذلك فامكانية عزل المواقف مثل تركيا ممكنة للغاية رغم ان موقف الاردن بعد هذه الضربة التي حدثت بين حمزة والملك جعلت الموقف الاردني واعلان الخط الاحمر بالنسبة الي القدس متراجعا لان هناك ضعف على الاقل في هذه المرحلة ضعف الوضع النفسي للملك وهذا ما صرح به اصلا عندما قال ان هذا اثر فيه نفسيا فلا الوضع النفسي ولا الوضع المعنوي عموما للعرش الهاشمي في هذه اللحظات فهي مربكة جدا ولذلك فاستغلال مثل هذا التوقيت جيد للغاية امام انشغال كبير لتركيا في البحر الاسود امام مسلمي القرم ويظهر ان مسلمي القرم في نظر معارض اردوغان اقرب من مسلمي فلسطين وهذا فيه رسالة سلبية على الاقل من معارضي لاردوغان او المعارضين لاردوغان هنا نطرح السؤال ان الفرصة التي حسبتها وعددها الاسرائيلي قوية على عمومها لذلك فبالنسبة لما يجري اليوم في القدس امام رهانات تعتمد على الحساب الفلسطيني وليس الاقليمي تحديدا هذا يعني ان المعركة معركة رغم ذلك بالرد الناري في كاستوليزو والرد الناري على المناورات التي خيضت بنفس الطريقة التي في قطاع غزة هذا يفسر الى اي حد جاء رد انقرة بالشكل الكافي لان المسألة اليوم ليست مواقف بلاغية بقدر ما الامر يتعلق باستراتيجيات يجب ان تنفذ على الارد ولذلك فان الدعم اليوم هو دعم مباشر للفلسطينيين في القدس هذا اساسي لان هناك من يرغب في اسقاط طائرة اسرائيلية في نفس الاجواء التي تناور في غزة وبنفس الطريقة شكرا جزيلا وإلى اللقاء